بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف ندروا تسحيح سلسلة من تمارين المتجهات والإزاحة إذن لدينا التمرين الرابع هنا تمارين الخامس تمارين السادس السابع والتمارين الثامن هنا يبين أن السائف يوازي وعدنا تمارين التاسع إذن بإمكانكم توقفوا الفيديو وتخدموا تمارا من بعد أن نتلقى مشكلة في التمرين إمكانك تتابع الفيديو إذن على بركة الله تفتحيح هذه السلسلة تمارين الرابع A-B-C مثلت و-E و-G نقطة بحيث المتجهة B-E تسوي 3 لجوج المتجهة B-C والمتجهة C-G تسوي 3 لجوجة C إذن السؤال بيين أن المتجهة E-G تسوي ناقص 1 لجوج B-C ناقص 1 لجوجة C إذن أول حاجة سنرسم النقطة وخامة البوش مننا ننجل الإنشاء لها النقطة إذن ناقص을 إذن ناقص المتجهة B-E تسوي 3 لجوج بي's بمعنى نقسم B-C على جوج وهرج vadبك ن毫ن ناخذ 3 للأجزاء إذن نقصة B-E ونخذ 3 للأجزاء بي's في نفس المنحة لأننا نعندهم نفس الأصل B-B إذن المتجهة B-E لا تكون قصة B-E لتكون قصة B-E إذن نقصم B-E لنقصَ لها الجوج الثاني الثاني إذن لدينا سيئة سيئة على ثلاثة إذن سنقسم سيئة على ثلاثة قمت بخرجة read 3 أجل لتعولها ثلاثة الإذن الأول إذن قسمت سيئة على ثلاثة إذا انطلاقا من سيئة نأخذ 1 إذن قسمت على ثلاثة ونطلاقا من سيئة نأخذ 1 إذن هذه هي نقطة جي إذن سؤال الموالي لنبين أن المتجهة EG تساوي ناقص 1 لجوج بس ناقص 1 لساء أس إذن أول حاجة نبدأ الجهة اليسار ونحاول نخدم عليها بعلاقة شال باش نحصل على الجهة اللي كانت في اليمين إذن المتجهة EG ونحاول نختار نقطة وندخلها ما بين E والG إذن E والG النقطة اللي ندخلها هي الس إذن تساوي إي سي زائد سي جي إي سي ما عندي في المعطيات إي سي وأنا محتاج النقطة بي ولكن عندي بي إذن ما زال غد نختم على هذه بعلاقة شعل إذن غد ندخل إي بي زائد بي سي علاقة شعل زائد سي جي هي واحدة لثلاثة سي وأنا محتاج أسي هي المقابلة دي السي نكمل تساوي إي بي هي المقابلة دي البي إذا نكتبو هي ناقص بي إي بس محتاجها نحتافظ بها زائد واحدة لثلاثة سي هنا عندي محتاج أسي بمعنى السي هي المقابلة أسي يعني بإمكاني نغير ترتيب دي النقاط مع تغيير الإشارة إذن غد ناقص واحدة لثلاثة ماشي السي أو إنما أسي الآن بي إي قد نعودها بالقيمة ديالها إذن تساوي ناقص ثلاثة على جوج بي سي زائد بي سي متجهة بي سي ناقص واحدة لثلاثة متجهة أسي قلية تحيد المقام تساوي المقام محاد ما بين هذا العدد يمجوج هو جوج إذن كاسر زائد كاسر جوج جوج ومنساش ناقص واحدة لثلاثة أسي إذن هنا عندي المقام جوج إذن البص مغارشي تغير ناقص ثلاثة بي سي هنا عندي المقام واحد فاشغلين نضربه بشيطاني جوج في جوج إذن حسنا البص نضربه في جوج بي سي ناقص واحدة لثلاثة المتجهة أسي وهذه هي القيمة اللي طلبوا مني نبيينها أو العلاقة اللي طلبوا مني نبيينها التمرين الخامس أبسي دي متوازي أضلع أنشئ النقط M و N و B و Q بحيث ها هما الشروط لإنشاء هذه النقطة ناخد النقطة الأولى Q إذن المتجهة D Q كتساوي ثلاثة لجوج D بمعنى أن نقص المتجهة D على جوج وناخد ثلاثة الأجزاء إذن نقص المتجهة D نحو A ونقص المتجهة D على جوج إذن لقيت جوج إذن هالأول هالثاني ونزيل الجوج الثالث إذن عندما لدينا الوقت مستطرة يعني تقصيم جنيه سهل بلا ما نحتاج البرقاء إذن نقص المتجهة Q هنا لننشئ النقطة M لدينا A M المتجهة M كتساوي ثلاثة لجوج للمتجهة AB إذن في نفس المنحة نقص المتجهة AB على جوج وناخد ثلاثة إذن المتجهة AB أنا أخذت فيها أربعة بشي تقصيم سهلة إذن ناخد هنا ناخد جوز في جوز سنتيم إذن نقص المتجهة AB على جوج وناخد ثلاثة الأجزاء هالجوز الأول هالجوز الثاني ونزيل الجوز الثالث وهو فيه جوج ديال سنتيم إذن نقص المتجهة M هنا بالضبط إذن لننشئ النقطة N لدينا المتجهة BN كتساوي ثلاثة على جوج المتجهة B يعني في نفس المنحة ونفس الاتجاه وفي نفس المنحة BC إذن ناخد BC سنقصها على جوج وناخد ثلاثة الأجزاء هالجوز الأول هالتاني والجوز الثالث سنكمله ومدام أن الورقة مستطرة لا نحتاج البركار إذن سأتي هنا بالضبط تقريبا إذن هذه هي النقطة N ما هو نقطة B إذن C P في نفس المنحة C إذن سمح C ونقصمها على جوج ونخطي الأجزاء بنفس الطريقة سمح C سمح يعني هذا الجزء فيه جزء سنتيم. هنا سأعطني النقطة P. إذا الآن C P تساوي ثلاثة على جوج سادي يعني قسمت السادي على جوج وحديث ثلاثة الأجزاء. هالأول هالثاني هالثالث. إذا هذا هو الشكل الذي طلبوه مننا. السؤال الثاني أثبت أن الرباعي M, M, P, Q متوازي أضلع. M, N, P, Q متوازي أضلع. أي أن نقسم بأن المتاجهة M, N تساوي متاجهة Q, P. إذا نريد أن المتاجهة M, N تساوي متاجهة Q, P. لدينا جوجة الطرق أو عدة طرق. المهم جوجة الطرق التي تخدمها دائما. إما سنكتب M, N سندخل عليها علاقة شارل ونحاول نخدمها ونحصل على Q, P. أو العكس صحيح. أو أننا نكتبه M, N بدلالة الأضلع أو المتاجهة الأصلية. لذلك هي A, B, C, C, D و A, D. ونكتبه نفس الشيء كيبه بنفس الطريقة. يعني بدلالة المتاجهة الأصلية. ونبعد ندر المقارنة. إذا سنأخذ الطريقة الثانية التي هي سهلة. إذن المتاجهة M, N باستعمال علاقة شارل M, N بإمكان أن ندخل النقطة B. إذن سنكتب M, B, بلس المتاجهة زائد المتاجهة B, N M, B المتاجهة M, B إذن المسافة بالنسبة للمسافة M, B تساوي النصف المسافة B, A إذن حسن المتاجهة M, B تساوي النصف المتاجهة B, A أو هذا الشيء سنبدأ بالنسبة للمسافة السؤال الأول عندما نشأ النقطة M إذن هي واحدة على جوج B, A زائد B, N أصلا لدينا B, N في المعطاية هي ثلاثة على جوج B, C ثلاثة على جوج B, C إذن الآن كتبنا M, N بدلالة الأضلاع الأساسية أو الأصلية إذن كتبناها بدلالة B, A و B, C تساوي Q, B المتاجهة Q, B تساوي, إذن نقطة اللي قد ندخلها ما بين Q و B Q و B هي النقطة D, إذن نكتبها Q, D زائد المتاجهة D B إذن Q, D أنا في المعطيات عندي D, Q إذن بإمكاني نكتب Q, D هي ناقص D, Q زائد D, P نشوفهم زيان D, P حسب الشكل قناعرفوا أن المسافة D, P هي نصف المسافة C, D و نفس المتاجهة D, P مع نفس الاتجاه والمنحة دي المتاجهة C, D يعني بإمكاننا نعوضها بواحد على جوج C, D نكمل حسب المعطيات عندي D, Q تساوي ثلاثة على جوج D, A إذن منساش ناقص ثلاثة على جوج D, A زائد واحد على جوج C, D إذن الآن كتبت حسب Q, B بدلالة الأضلع الأصلية وإنما أنا عندي بالنسبة ل M, N, B, A هنا عندي D, A وعندي C, D هنا عندي B, C إذن كنلاحظوا أن D, A حسب الشكل لأن ABCD متوازي أضلع إذن متجهة D, A نقدر نعوضها بالمتجهة C, B ونكتب ناقص ثلاثة على جوج D, A نعوضها بالمتجهة C, B ومتجهة C, D نقدر نعوضها بمتجهة B لأن ABCD متوازي أضلع نكتب واحد على جوج B, A إذن الآن نتائج M, N والنتيجة التي حصلنا عليها بالنسبة لكوب B لدينا B, A هنا ثلاثة على جوج B, C هنا ناقص ثلاثة على جوج C, B ونقدر نعوض C, B بالمقابلة إذن إذا نحصل على ثلاثة على جوج C, B يترجع B, C زائد واحد على جوج B, A إذن الآن النتيجة التي حصلنا عليها بالنسبة لكوب B ومن المتجهة M, N تساوي المتجهة Q, B وبالتالي الرباع M, N, B, Q متوازي أضلع الآن التمرين السادس لسكن A, B, C ثلاثة نقاط مختلفة وغير المستقيمية سؤال الأول أنشئ نقطتين M و N بحيث المتجهة A, M تساوي المتجهة A, B زائد المتجهة A, C ومتجهة A, N تساوي المتجهة A, B ناقص المتجهة A, C إذن نبدأ بالنقطة M لدينا المتجهة A, M تساوي المتجهة A, B زائد المتجهة A, C إذن فنعرفوا هنا مجموع متجهتين لهما نفس الأصل A فنحصلوا على متوازي أضلع وهو A, B, M, C A, B و النقطة M تكون هنا يا إذن لإنشاء النقطة M هذه رشتها في الطرس غلل ناخد المسافة A, C وغلل نمشيه النقطة B وغلل نرسمه قوس ومن بعد نخذ المسافة A, B وغلل نمشيه النقطة C ونرسمه قوس آخر إذن غلل نحصله هنا على النقطة M إذن هذه هي النقطة M بحيث A, B, M, C متوازي أضلع هذه هي المتجهة A, M إذن الآن إنشاء نقطة N لدينا متجهة A, N تساوي متجهة A, B ناقص متجهة A, C إذن بالنسبة لنا نعرف مجموع نرسمه متجهة بحيث تكون مجموع متجهتين لهما نفس الرأس هنا عندهم نفس الرأس وإنما عندي إشارة ناقص ولكن هذه الإشارة ناقصة قد نحولها الزائد بحيث أننا نعتبر نقصه واحد نقطة C إشارة بحيث A, C إشارة تساوي ناقص A, C إذن متجهة C إشارة تكون تتساوي متجهة ناقص A, C وبذلك تحولنا A, N تساوي هي المتجهة A, B زائد المتجهة A, C إشارة إذن شلوسنا نعرف سألن نشئو نقطة C إشارة بحيث A, C إشارة تساوي ناقص A, C بمعنى لا كانت المتجهة A C غادية في المنحة متجهة A C إشارة غادية في المنحة المعاكز إذن نقطة C إشارة غادية بالضبط هنا C إشارة إذن الآن بإمكاني إنشاء النقطة N بحيث المتجهة A N تسوي المتجهة A B زي المتجهة A C إشارة إذن هنا عدد مجموع متجهتين لهم نفس الأصل A إذن غادية نحصله على متوازي أضلع A B N C إشارة A B N C إشارة إذن غادية ناخد المسافة A C إشارة غادية نمشون النقطة B ونقوم قوس وبعد ناخد المسافة A B ومشون النقطة C إشارة ونقوم قوس آخر إذن غادية النقطة N في هذا المكان بالضبط إذن هنا عندي المتجهة A M نرسمها بخط ترقيق وعندي هنا المتجهة A N ونرسمها بخط ترقيق إذن الآن نبين أن B نقطة B منتصف القطعة M N إذن هناك نمشي معدة الطرق إما نبين أن المتجهة M B تسوي المتجهة B N هذه الطريقة الأولى إما نبين أن المتجهة M N تسوي المرات المتجهة M B ونرسمها بخط ترقيق A B ونرسمها بخطة A B ونرسمها بخطة A B ونرسمها بخطة A B أو أو أننا نكتبه M B بدلالة الأضلع الأصلية A B و B C و B N نفس الطريقة ونرسمها بخطة مقارنة إذن كان مجموعة الطرق من نسبة الطريقة الأولى من نسبة الطريقة الثانية إذن هنا من نسبة لحلية لها تمرين هذا كل تلميذ وكيف حلية لها تمرين إذن أنا سأختار وحدة من هذه الطرق هذه ولا أريد أن تهمكم بجوج إذن نختار طريقة الأولى ونطبق عليها طريقة إذن نخط طريقة الأولى سنكسب M B بدلالة الأضلع الأصلية ونكسب B N بدلالة الأضلع الأصلية ومن بعد ندير المقارنة لدينا M B تساوي M B تساوي C A لماذا تساوي C A لأن B M C A متوازي أضلع لأن مربع B M C A متوازي أضلع حسب الشكل حسب السؤال الأول وآouth الآن ناخد B N إذن B N تساوي متجهة B N تساوي متجهة C إشارة ومتجهة أس إشارة حسب سؤال السابق تساوي ناقص المتجهة أس لأن C إشارة لأن يفهل منحة تساوي ناقص أس وقال نعرف أن كل متجهة تساوي ناقص من Horn المقابلة لها. بمعنى لقلب الترتيب ديال هاد النقاط على اللي نبدأ لحتى الاشارة اللي تولي هي سي ا ا اذا من واحد وجوج عندنا ام بي تساوي السي او عندنا بي ان تساوي السي او هذا يعني ان المتجهة ام بي تساوي المتجهة بي ان ومن بي منتصف القطعة ام ان هذه الطريقة الاولى بالنسبة الجزء الاول بالنسبة لهذه الان قد ناخد هذه ونخدم بالطريقة الثانية اذا الان طريقة الثانية ان ناخد المتجهة ام ان ونخدمها لهذه بعلاقات شال ونحاول ان توصل انها تساوي جوجل مرات ام بي اذا ام ان ان تخلع لها نقطة ا حسب المعطيات عندنا نقطة بامكاني نخدمها اذا ام ان هي ام ا المتجهة ام ا زائد المتجهة ا 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 بسواحة الان عندي ناقص المتجهة AB ناقص المتجهة AC زائد المتجهة AB زائد المتجهة AC عندي اعداد متقابلة .. ، legends aj b ولا تحじtır ..neys say ci can Из nin Cob ناقص Gün ناقص A enc هي جوجه لمراس AC جملائي و كان عارفه أن ايهم متجهة ايهم متجهة اس تسوي بتجهة بم حسب السؤال اول لانه ا بم والمد ايهمية متوازي اضلع. اذا امكان نكسبل متجهة اس وسوي المتجهة بم نعودها اذا نrab이 س traffها في المكان لها وهذا نعود المتجهة اس بالمتجهة بم. اذا اما غيرا اكتب بتجهة بم. ما عطلة ابجثة. انا ابطوبة مني. أنciaق Ros- reviews RM تسوي جوج وكان عرفوا أن كل متجهة لغيرت الترتيب النقاط تتغيرت الإشارة إذن تساوي جوج م ب إذن ناقص جوج ب تساوي جوج م ومنه المتجهة م كتساوي جوج المرات المتجهة م وبالتالي ب منتصف القطعة م إذن نعطي تكم جوج ديال الطرق إذن تمرين السابع أبي سيمو ثلاث وإي وجي نقطة بحيث المتجهة تساوي واحدة لتساوي المتجهة أبي والمتجهة أجي تساوي ثلاثة المرات المتجهة أسي لاحظوا بالنسبة للمتجهات لهذه المتساويات عندنا هنا أجي وآبي إذن نفس الأصل هنا أجي وأسي نفس الأصل إذن الإنشاء سيكون سهل إذن بالنسبة لنقطة جي سننشأل نقطة جي بحيث المتجهة أجي تساوي ثلاثة المرات المتجهة أسي عندهم نفس المنحة ايه هو متجهه اجي كتسوي ثلاثة المرات متجهه اصي اذا نطول شي شوية المستقيم هذا ونأخذ البركار ونأخذ المسافة اصي اذا قلنا اجي كتسوي ثلاثة المرات اذا ها واحد ها جوج وعندنا ها ثلاثة اذا قد نقطة ج هنا الان نقطة اي عدنا المتجهه اي كتسوي واحدة ثلاثة المتجهه ايه اذا نأخذ المتجهه ايه سنقسمها على ثلاثة اذا حسب اه هذا الوراقة عندما نقسمها اذا نقسمها على ثلاثة حسب تقسم الوراقة اذا قسمت المتجهه ايه على ثلاثة وفي نفس المنحة انتلاقا من نقطة ا قد نأخذ واحد على ثلاثة اذا نقسم ايه على ثلاثة وتنأخذ واحد اذا نقسمت على ثلاثة وتنأخذ واحد اذا نقطة اي جات في هذا المكان بالضبط. اذا اي كتساوي اب مقصوم على ثلاثة. سؤال الثاني لنبين ان المستقيمان بي جي وي سي متوازيان. اذا هال مستقيم اي سي. وهال مستقيم بي جي. نبينه بانهما متوازيان. اذا نبغي نبينه بان المستقيمان بي جي وي سي متوازيان. اذا نبينه ان المتجهة بي جي. هذه. كتساوي واحد العدد. اذا نحسبوه من بعد. نضرب في المتجهة. بمعنى نبين ان هذه المتجهة كتساوي واحد العدد. نضرب في هذه المتجهة. اذا هنا سنستعمل علاقة شعر. اذا سنحسب بي جي بدلالات الاضلع الاصلية. ونحسب سي بدلالات الاضلع الاصلية. ونحاول لقال علاقة بناتهم. اذا سنحسب المتجهة بي جي. او هاتف نكتبها بدلالات الاضلع الاصلية. اذا بي جي. اذا النقطة اللي نستعملها هنا. اللي ندخلها بين نقطة بي و جي. هي النقطة ا. حيث عندي اي جي. اذا راجعني هي بي ا متجهة بي ا زائل المتجهة A G. إذا المتجهة B A كنت تعتبر متجهة أصلية. حيث تنتمي إلى الأصل يعني موثلة الأصلي. و A G عدنا هي ثلاثة AC. إذن هذه عادة تحول وعادة تكتب هي B A زائد A G عادة نعوضها ثلاثة AC. إذا الآن كتبت B G يعني كتبت المتجهة B G بإدلالة الأضلع الأصلية أو المتجهات الأصلية. الآن E C. إذن المتجهة E C تساوي. إذن النقطة اللي نقدر ندخلها هنا هي النقطة A لأننا عدنا أصلاً A. إذن E A بعلاقة شال زائد A C تساوي. الآن نعوض E A. هنا عدنا A. إذن كنعرف أن كل المتجهة تساوي ناقص مقابلة ديالها. إذن E A غريبت تحول ونكتبها هي ناقص A. و A C غريبت نخليها كما هي. الآن ناقص E A. شوفوا معي ناقص A. A. أنا عوضها بوحدة ثلاثة A B. إذن غريبت نحصله على واحدة ثلاثة A B. ومنسوش ناقص زائد واحدة ثلاثة زائد المتجهة A C. إذن الآن شكرة تلاحظه هنا عدنا ما عدناش سالب. هنا عدنا السالب. إذن هذه نحولها مجابعة. ونعرف أن كل المتجهة تساوي ناقص المقابلة ديالها. ولو بغيت نحولها لمقابلة ديالها. إذن كانت سالبة كترجع مجابعة. إذن نحصل على واحدة ثلاثة B A زائد A C. هذه هي المتجهة A C. كتبتها في دلالة المتجهة الأصلية B أو A C. هنا عندي مكتوبة في دلالة المتجهة الأصلية B أو A C. إذن أننا نعملوا بالعادة الثلاثة. سنعملوا بالعادة الثلاثة. إذن اللي عملنا بالعادة الثلاثة أي أننا نتقسم هذه الأعداد أو هذه المتجهة على ثلاثة. إذن هنا معامل واحدة. ستقسم لها ثلاثة كتبتها واحدة إلى ثلاثة B A. زائد. هنا عملت بالثلاثة كتبتها هي A C. إذن شكرة تلاحظه. أن بج تحولت هي ثلاثة عامل واحدة ثلاثة B A زائد A C. واحدة ثلاثة B A زائد A C هي هذه. يعني هي اي سي. ومن بي جي تساوي ثلاثة. وقد نعوض هذه بي سي. اذا العدد كهو ثلاثة. ومن حصلنا على المتجهة بي جي تساوي ثلاثة المرات المتجهة اي هذا يعني ان المتجهتين المستقيمتين. اي ان المستقيمان بي جي. واي سي متوازي. التمرين التامين. يكون ابسه متوازي ادلع مركزه. او انشاء نقطة او و f صورتي او سي على التواري بالازاحة التي تحول ال الى بمعنى ذات المتجهة او دي. اذا الازاحة ذات المتجهة او دي. انا اول حاجة ناخد نقطة ا. هي صورة نقطة ا. بالازاحة ذات المتجهة او دي. شك يعني هذا ان المتجهة او دي سوف تقوم بمتجهة A-E بمعنى أنه سوف تقوم بمتجهة O-D في هذا المنحة لأن A-E سوف تقوم بمتجهة بحيث O-D-E-A متوازي أضلع O-D-E-A متوازي أضلع إذا سنأخذ المسافة دائما سنسمع المسافة سنأخذ المسافة إذا سنأخذ النقطة A و نقوم بمتجهة سنحصل على متوازي أضلع سنأخذ السنة البركار و نحصل على مسافة A-A و نقوم بمتجهة D و نقوم بمتجهة A-D هذه هي النقطة E بحيث متجهة O-D تقوم بمتجهة A-E إذا هذه هي النقطة E والنقطة F صورة النقطة C بنفس الإزاحة إذا F صورة النقطة C بالإزاحة المتجهة O-D أو التي تحول O إلى D هذا يعني أن المتجهة O-D تساوي متجهة C-F إذا سنرسم النقطة F بحيث المتجهة O-D تساوي متجهة C-F إذا المتجهة O-D ستكون في نفس المنحة ستكون O-D متوازي O-D متوازي إذا سنحتاج إذا نأخذ البركار المسافة O-D و نرسم النقطة C و نرسم قوس و نأخذ المسافة O-C و نرسم و نرسم قوس و نحصل على النقطة F في هذا المكان و نرسم المستقيم أو المتجهة C-F و نرسم و نرسم مجدًا و نرسم و نرسم و نرسم و نرسم و هذه المتجهة C-F و هي صورة نقطة C و تحاول O إلى D سؤال الثاني لنبين أن المستقيم A-E يوازي المستقيم C-F و نرسم أن المتجهة A-E تتساوي وحد العدد K لخصة نحده في المتجهة C-F إذن قلنا نتعمد على المعطيات للسؤال الأول إذن لدينا حسب السؤال الأول O-D تساوي المتجهة A-E و لدينا المتجهة O-D تساوي المتجهة C-F إذن هذا ما يعني؟ أن المتجهة A-E تساوي المتجهة C-F و منه K تساوي 1 وبالتالي المتجهتين مستقيمتين و المستقيمان A-E و C-F متوازيان إذن التمرين التاسع A-B-C متعلثة حيث B-C تساوي 5 A-B-4.5 A-C ثلاثة تساوي المتجهة إذن أول شيء نتعمد نتعمد ونرسم النقطة B ونرسم السبب ومن بعد لديك أسره ثلاثة هذه هي النقطة C ونرسم النقطة C ونحن نقوم بثلاثة سوانتين ونرسم النقطة C نقطة تقاطع جلس فهذه النقطة هذه بالضبط ها هي التي تشوفها امامكم اذا هذه هي النقطة ا اذا الان سنأخذ نميس طهرة ونرسم هذه هي تساس عندي متاع اصي وهذه هي اربعة ونص متاع ا ب اذا الطريقة كنت تعرفها استعملتها في المستوى الثاني اعدادي الان سؤال الثاني انشئ النقطة ام صورة نقطة س اذا ام صورة نقطة س بالازاحة ذات المتجهة ا 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 متوازي. اضلع. اذا سنحتاج على ثانية البركة. اذا نأخذ مسافة A B هي 4.5. وهذه نمشي النقطة C. وهذه ندر قوس. وهذه نأخذ المسافة A C. وهذه نمشي النقطة B. وهذه نرسم القوس دي التقاطع. اذا النقطة A ستجيني في هذا المكان هذا. اذا M هي صورة النقطة C بالازرح التي تحويل A الى B. بحيث A B m C متوازي. اضلع. اذا اذن لما كنت دخطيت في الرسم هذه هي المتجهة. اضلع. الان صورة النقطة C بالازرح التي تحول A الى B. و تشكل متوازي. اضلع. اذا كيف حقا بمثل السؤال الثالث لدينا المتجهة A تساوي المتجهة المتجهة C أو M صورة A بالازرح التي تحويل A الى B بمعنى المتجهة A B كتسوي المتجهة C M. هذا يعني أن الرباعي A B M C متوازي أضلع. السؤال الرابع أنشئ النقطة M بحيث B N المتجهة B N تسوي المتجهة B A زائد المتجهة B C. لاحظوا أنه لدينا مجموع متجهتين لهما نفس الأصل. إذن كنحصله على الرباعي B A N C متوازي أضلع. إذن لدينا المتجهة B N تسوي مجموع متجهتين B A زائد B C. إذن متجهة B A هي هذه. متجهة B C هي هذه. إذن نقطة N غالي تكون في هذا المكان هذا. بحيث B A N C متوازي أضلع وبنفس الطريقة غالي نحتاجه البركر. إذن غالي ناخده المسافة B A. اللي هي ربعة ونصف. وغالي نمشيه النقطة C وغالي نحاول نسمه واحد القوس. وبالنفس الطريقة غالي ناخده المسافة B C. وغالي نمشيه النقطة A. وغالي نسمه تقاطع. إذن نقطة N غالي نحصل في هذا المكان هذا بالضبط. إذن هذه هي النقطة N. بحيث المتجهة B N تساوي متجهة A C زائد متجهة A B زائد متجهة B A زائد متجهة B C. السؤال الخامس. بيّن أن النقطة C منتصف قطعة M N. C منتصف قطعة M N. إذن خصنا نبينه أن المتجهة M C تساوي المتجهة C N. إذن هذه نقصنا نبينه أن المتجهة M C تساوي المتجهة C N. هذا يعني أن C متصف قطعة M N. إذن لدينا حسب السؤال الأول A B M C متوازي أضلع. A B M C متوازي أضلع. إذن هذا يعني أن المتجهة B A هذا يعني أن المتجهة B A تساوي المتجهة M C. هذه رقم واحدة. ولدينا حسب السؤال السابق. B N تساوي B A زائد A C. هذا يعني أن الرباع B A M C متوازي أضلع. إذن B A M C متوازي أضلع. ومن؟ هناك عندنا B A M C متوازي أضلع. هذا يعني أن المتجهة B A تساوي المتجهة C N. إذن المتجهة B A تساوي المتجهة C N. هذا رقم جوج. إذن من واحد وجوج المتجهة M C تساوي المتجهة C N. هذا يعني أن نقطة C منتصف القطعة M N. تساوي المتجهة C N.